هنستكمل في نفس الإطار السيسي بيكلف القوات المسلحة بتوزيع الكمامات بالسكك الحديدية والمترو كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتوزيع الكمامات بنصف الثمن أو حتى مجانا على المواطنين بالسكك الحديدية والمترو وإذا استعدى الأمر وخلونا نشوف برضو جزء آخر من كلمة السيد الرئيس في هذا الموضوع وده الكلام هنا يبقى أنا بتكلم على الوقت اللي ما فيش فيه حظ اللي احنا بنسمح به بالحركة لأن احنا مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم مش عايزين نعمل ندائية توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش حياتنا ما تتوقفش فأنا بس عايز أقول أنه لما بنزل مش حاسس من إجراءات الناس أنها ما خليها بالها ما شوف مكرباص والناس أحد فيه وما حدش حاطت الكمامات طب ده مهم طبعا يا ترى المواقف بيتم فيها تطيير ولا لا ده مهم طبعا وسائل النقل كلها أنا بيتطمنت على السكة الحديدة وعلى المترو لكن كمان عايز أتطمن على أن احنا بمعدلات عالية كل وسائل النقل اللي بتستخدمها سواء للدولة أو للمواطنين يكون بيتم فيها تطهير وتعقيل وده دور الدولة والجيش وده دور الدولة والجيش عبء كبير لكن إحنا إذا كنا عايزين ما نوقفش حال مصر لازم إحنا نبذل هذا الجهد الكمامات الأمر لو محتاج إن إحنا نوزع هذه الكمامات نوزعها بنص التكلفة من غير التكلفة خالص مفيش مشكلة إنما إحنا إحنا حرصنا وإحنا في أول ظهور لنا معاكو بشكل جماعي كده إن إحنا بقى كلنا حاطين الكمامة عشان ندي يعني ندي الرسالة إن إحنا محتاجين نخلي بالمان إحنا لغاية دلوقتي الأمور يعني أنتوا عارفين كويس وشايفين كويس حجم التفشي وحجم التفشي